المباراة اللي جاية يعني وفاق ستيف ناس كتيرة جدا فاكرة ان هي مباراة سهلة زي ما حضرتك شفت كده فيش مباراة سهلة مفيش مباراة سهلة في البطولة الافريقية كل المباراة مباراة صعبة وصعبة جدا خلي بال حضرتكم وفاق ستيف طلع التراجي في تونس مش في الجزائر وعنده مدرب سرب جديد وعلى فكرة بيعرف يتعامل مع الاعلام بشكل جيد وطبعا من اول ماتش ليه هو لسه جاي من اول ماتش ليه تأهل فواخد دفعة كبيرة جدا ودفعة معنوية يعني ومش شغل فني يعني لكن خلاص حيبتدي يشتغل بقى فنيا وحيلعب كبير افريقيا او كبير القرى الافريقية النادي الاهلي ففرصة ليه ان هو يكبر اسمه زي ما هو عايث الرجل ده بالمناسبة درب منتخب ليب الرجل اللي مسك المدير الفني لنادي وفاق ستيف درب منتخب ليبيا مرتين وبيشتغل في افريقيا بقى له كتير جدا حتى سمع عنه بل كده حتش عارفه انا اسف يعني لكن الماتش الجاي فقط او الماتشين اللي جايين افريقيا كلها هتعرفه لو لا قدر الله لا قدر الله كسب النادي الاهلي فشوف بقى حضرتك الدوافع اللي موجودة عند المدير الفني والدوافع اللي موجودة عند العيبة عفوا والدوافع اللي موجودة عند العيبة وفاق ستيف عشان لما يجوا يلعبوا النادي الأهلي المرة الجائعة يلعبوا ازاي عايزك سبك بأي طريقة عايزة أعمل فيك أي حاجة خلي بالحضرتك وفاق السطيف نادي كبير ونادي من الأندية الكبيرة والعريقة في الجزائر ونادي جماهيري وله جماهيرية وشعبية كبيرة جدا في الجزائر وبالتالي هتبقى مباراة حلوة تقول لي أسلام المطشات أنا بحب أنا شخصيا ومعظم اللعيبة وأنا بركتلهم من برح معظمهم نبسهم يلعبوا في المطشات الجمهرية لزاي دي لأن هي دي اللي بتبين معدن العقل هي دي المطشات اللي بتصنع النجوم هي دي المطشات اللي بتصنع النجوم فعشان كده سيبنا من أي حد خلي اللي عايز يطلع يتكلم يتكلم خلي اللي عايز يطلع يقول حاجة يقولها